السبع بنات مدربين من السبع سنين على الطعام وعلى الرجل وعلى الجواز بلاغيتي أنا تتجوز إذا إيجاه نطيبه وبيلغيه ومنخطبه ومنجوزه لأروع القصص اشتركه هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب أنا بجوز بناتي بسن البلوغ البنة قد تبلغ بعمر 12 سنة إذا إيجاه نطيبه وبيلغيه ومنخطبه ومنجوزه وإذا عمر 12 سنة نعم البلوغ وارد الجواز إن كان 13 أو 16 أو 12 أو 10 أو 9 بلاغيت يعني تتجوز أهلاً والسلام أبو محمد نعم سؤال طبعاً بنت بلغة عمره 12 سنة نعم قادرة تحبل تحبل بلغة البنت عمره 12 سنة نعم تعرف أنه في مخاطر للحمل المبكر يعني عمره 12 سنة الحمل بعمر صغير بعمر بعده جسم عم يتكون بعده جسم ما نضج نعم والجسم منه مكتمل له تداعيات صحية خطرة ممكن توصل لموت البنت لما تعرف أنت هذه المعلومة تفكر بأنه تجوز بنتك أو لا بدك تجوزها إذا بلغت هي موافقة مثل ما أنت بتقول في أخطر منهاك أستاذ مليا فضل أبو خمد الأخطر منهاك الشارع اللي في ليك اليوم الموجودة في الدول أجمع 16 مليون بنت تعرضوا لمخاطر الحمل المبكر بدي كونها معلمة بدي قلة انتباه من الرجل ومن الحر سؤال إذا بنتك جوزت عمره 12 سنة نعم وحبلت وصار في مخاطر على حياتها أنت كبيب تكون مبسوط أنك جوزت أعكد ما أنت بوافق لكن أنت تتزوج زوجة هي وصغيرة لا من الضد لكنني لا بوافق أنا من الضد أبدا إذا البنت سببها لها خاطر وسببها لها بلاء لا بنتك برخي مجال نعم من شو بتخاف أنت لماذا بتجوزها من شو بتخاف ما نجوزت أنا بكافي أنا بس هي بنت عمره 12 سنة ما بتعرف شو يعني صح وغلط بنت عمره 12 سنة ما بتعرف عن إذنك أبو كل شي البنت أنا عندي ببيتي من سن السبع سنين نحن ما ندربهم على كل شي على عمر سبع سنوات شو بتعلمها لبنتك بتعلمها لأمور الاجتماعي والدينية كل شي يعني بنتي إذا بصير عمره 12 سنة ست بات ست بات بالمئة مئة صباح أنت أنت زوجته لأبو محمد نعم صباح بنتك عمر سبع سنوات هي بتكون ست بات قادر تمسك مسؤولية بات مع شر تنوات ببيت أمك ببيت جوزة لا أنا متدربة على هذا الشي نعم أنا متدربة أنت بأي عمر جوزتي 19 19 سنة جوزتي تتذكري 19 سنة عزرا بدي أسأل سؤال بوجود أبو محمد بنت عمره 19 سنة تزوجت من سنوات كل بنت بتعيش خوف أول ليلة تتذكري خوف أول ليلة نعم تتذكري تتمنى بنت عمره 12 سنة تعيش هذا الخوف نعم كيف بدك تأنهع أبو محمد أنه أنا برأيي لا وإذا قال لك بكرة تحطك تحت أمر وقع وقال لك بنتك بدي جوزة ما وصل معه شو لا ما بنتي لأ نوع ما لكلام إذا بنتك قالت إيه ووجه بابن الحلال طبعا ومرتك قالت لا وإذا بلغى نعم وإذا مرتك قالت لا إذا مرتك قالت لا إذا البنت قالت إيه والعريس قال وإنا موجود وبالغى نعم ومرتك أم أم إني هي عاشت عاشت ألم أنه بنت صغيرة تتجوز ما حصلت معك قال لنساء ما حصلت معك قال لنساء هاي عمره 19 مش 12 نعم إذا أم قالت لا بتجوزها الأم آخر شي نعم إلي إلي رأيي بس نحن يا معلمي عم نحكي بموافقة بس إلي رأيي ما إلي رأيي عم بتقول لك لا عم تقول لها ما في رأيك لا عم تقول لها مننا رضياني البناء الشاب مننا رضيان أنا من رضيان مش الحال إذا هذا الشاب اللي أنت مبسوط فيه نعم وهو رضيان هو جاي بده بنتك عمره 12 سنة إذا هيتلع بكرة ضربة لبنتك إذا عنافها لبنتك إذا اختصبها لبنتك أكيد ما بجيبنها الناسة دي أنا بس أنت ما فيك تعرف شو بصير بالفرش بينه بالفرش بينه بين مرته ما فيك تعرف أنا أكيد بعرف أنا بجيب صاحب أخلاق وصاحب دين وصاحب مبدأ ما بجيب أبن شارع إذا بنتك قالت لبكرة أنا بخاف من شيء اسمه علاقة جنسية نعم مهو جبرة أكيد ما فيه جبرة لأنه إنسان متعلم ومتقف وأخلاق نعم وبيعرف حوله شو بدي يشتغير إذا عصب ومد إيده عليها أكيد ما بمد إيدها أبو محمد نعم لما قلت له ست صباح أم أولادك ربطت لك أولادك وهي شريكة حياتك لما قلت له هلأ بطريقة أنه كلامك ما قلوا معنى ما قلت له قالت له ما قلوا رأي ما قلوا رأي نعم نحن عنا عنا بس هيدا مش عنف ضد إمرأة ضد إمرأة زوجتك عنف مش عنف معنوي هيدا لا لا يا سيدنا لما بتصير ثلاثة أربعة رأيات بالبات خير بالبات أصلا الرأي الأول للرجل ونحن ما نقصب بنات بكاف البنات مش بكيف أنا ولا بكيف هو وإما قالت لأ هي بقول لأ خوف عليها أنا لأ خوف عليها ليلا ليش لأ لأن أنا ما استعدي لهذا الشي سهل صغيرة عملوا بكيف عملوا بكيف أنا لو كانوا بكيف أنا ما بقبي أنت إما لابت أنت وعيها أنه غلط اي صح غلط ما بقب لأبدا لما قال هكذا كلام هلأ على الهوى ليه بلعت بريئك ودمعتك بعينك لا لي رأي لا لي رأي لو رأي بيقول لي صرفي أنت مع بنتك أنت أم أنت أم وعرفي مستقبلها وعرفي حياتك كيف تكون وتعلميها على كل شي أدي أنت تسكتع عن عنف معنى وعنف جسدي كثير بسكت أنا أتبعي شبتك لماذا أنت بي سألك وشي روضتها ماذا جاء أنت بدي أطرم يا ست صباح لا 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 ما في منه الحمد الله لا 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 ما انتبهت لا ما انتبهت لا ما انتبهت لا بس ما يقول أن المرأة ما قال رأي هذا مش عنف مظبوط عنف 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 قالت لك عنف عنف أرحم يضربك أم يقلك ما تحكي وما قالك رأي لا لا ما تحكي هذا أصعب لما قالك ما تحكي لأني أنا أمم ربيت وتعبيني عليها بدي أرى حياتها الحلوة قلت لك ما قالك رحيونيك أيب كيف هاي الأزل بيت كيف لك أبني رميها كيف من كان ما رميها كيف من كان أي تمن تدفعه المرأة لما تحكي هاي الكلام من غلطة عن هالشي رح تحميها أو ما رح تحاسبها أنا مرتي كرا لعندي حدود الثلاثة والثلاثين سنة أنا ما بحاسبها ولا بشدة لا ولا بطعنف أنا وياك اتفقنا على كل شي إلا على شغلي وحدة فضل زواج القاصرات نعم الإجرام بحق القاصرات لا ما تقول إجرام تسمح لي تسمح لي اختلف معك بالرأي طبعا شكرا لك بس أنا بدي حاول إقنعك أنه زواج القاصرات هو جريمة بحق الأطفال جريمة بحق البناء أن البناء أنت مع علمية تشارك وتخلط وتروح وتأتي على مالها لتصير عمرت سيئتين وعربعين خمسين سنة تدل ببيت أهدك يا أبو محمد أنت ما عندك سئة بتربيتك تمام إن شاء الله إذا عندك سئة بتربيتك ومربع بناتك مثل ما أنت بدك وأحلة تربيه موجودين بالستيديو من شو بتخاف لكن ما بتخاف من شيء أبدا لكن خليها تكبر وتتعلم وتروح على الجامعة وتواجه الحياة وتقوى وإذا تجوزت بعمر الثلاثين تتجوز وما تجوز تحميها بعيونك وتحميها الصباح بعيونك وهي بتحميك أو لما تكبره لا تتلعني هنا أنا بتأجي نصيب إذا أجي نصيب ومثل منه أمر الدين وأمر الأخلاق أهلا وصلاة أنا عندي سبع بنات السبع بنات مدربين من السبع سنين على الطعام وعلى الرجل وعلى الجواز يا أبو محمد أديه هيدا لما بدي ربي بنت عمر سبع سنوات على الطعام أديه أنا عم بعطي بنت تقبل العنف وتتعنف وتنضرب لما أنا ما عم بعلمها لما أنا عم إلا تجوزي لما أنا أديه أنا عم بزرع وعم بعزز العنف ضد المرأة يا أبو محمد يا حبيب القلب عم تسأله سؤال اليامس الشوكولات مش للطفلة الشوكولات اللي عمرها 60 و 70 يعني هل تجيب للطفلة الكبيرة بدها مثل صغيرة